نتنياهو في الزاوية والضغوط تزداد عليه للقبول بصفقة التبادل بعد رد حماس الأخير بل وإسقاط حكومته حيث دعت جماعات مناهضة للحكومة الإسرائيلية إلى إضراب عام على مستوى البلاد من أجل المطالبة بإجراء انتخابات جديدة ومطالبة رئيس الوزراء بنية من نتنياهو بالقبول بصفقة وقف إطلاق النار وأيضا استقالة حكومته حيث قطع الألاف من الإسرائيليين طرق سريعة وتقاطعات طرق في مناطق مختلفة بينما استهدف المحتجون مقر إقامة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيسة المرتبطين بالتحالف الحكومي الذي يقوده نتنياهو يتي هذا بعدما خرج ألاف الإسرائيليين في تظاهرات بيتل أبيب للمطالبة بإبرام الصفقة هذا في ظل تقدم مفاوضات الهدنة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هارتسوك ذهب بهذا الاتجاه أيضا وأكد بأن الأغلبية المطلقة حاليا من الإسرائيليين تؤيد صفقة التبادل مع حماس وشدد الرئيس الإسرائيلي على أن واجب إسرائيل هو إعادة المحتجزين في قطاع غزة تماشيا مع هذه التصريحات من هارتسوك أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الثانية عشر إسرائيلية بأن 54% من الإسرائيليين يعتقدون بأن حرب غزة مستمرة لاعتبارات سياسية محضة لرئيس الحكومة بنيمين نتنياهو فيما رأى 67% من المستطلع آراؤهم بأن أطلاق صراح الرهائن والمحتجزين يجب أن يكون على رأس أولويات حكومة نتنياهو بالمقابل قال 26% فقط إن استمرار الحرب للقضاء على حماس يجب أن يتصدر أولويات الحكومة الإسرائيلية يأتي هذا في وقت قال مسؤولان في حماس إن الحركة تنتظر ردا إسرائيليا على اقتراحها لوقف إطلاق النار وذلك بعد خمسة أيام من قبولها لجزء رئيس من المقترح الأمريكي ونقلت وكالة ريترز عن المسؤولين قولهما إن الحركة تسلمت ردها للوسطاء في اتظار أن تعلن إسرائيل موقفها مزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس مفدنا عبد الرحيم الفارسي ومن القاهرة مرسلنا سمير عمر أهلا بكم سأبدأ معك عبد الرحيم بداية عن هذا الرد الإسرائيلي المنتظر وفي ظل الضغوط في داخل إسرائيل من أجل قبوله بل وتبدل مزاج العام مزاج الرأي العام في داخل إسرائيل فيما يتعلق بأولويات هذه الحرب نعم إيمان وسائل إعلام إسرائيل يتقول إن نيتانياهو سيستدعي مساء اليوم قادة الأجهزة الأمنية ليخبرهم بما يجري وأن ذلك سيقرر هوية أفراد الوفد الذي قد يتوجه إلى قطر أو إلى أماكن آخر من أجل استئناف المفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء المعروفين نيتانياهو الآن وأمام الضغط الشعبي الكبير ولنعود إلى الاستطلاع الرأي الذي يقول إن 67% ممن شملهم يرون أنه من الضروري التفاوض من أجل الإفراج عن المحتجزين وعودتهم سالمين وإعادة استعادة رفات الذين قتلوا منهم أو توفوا هذه هي الورقة التي ما زالت تدمي كاحل نيتانياهو بالرغم من أنه هو وحلفاء في اليمين المتطرف الذي يشاركه العضوية في الوزارة هؤلاء لا يستطيعون أن يلبوا هذه المطالب التي باتت تصل إلى أبواب الوزراء وإلى شوارع وتقاطعات طرقات إسرائيل حيث أنها تقطع أوصال الاقتصاد المتردي والمتأثر كثيرا بهذه الحرب وأيضا تقطع حتى اللحمة التي استعادها نيتانياهو بعد هجمات السابع من أكتوبر قبل تسعة أشهر من الآن كل هذا يتجمع حول نيتانياهو ولكن لحد الآن الطبقة السياسية هنا لم تستطع أن تصل إلى النقطة التي تدفع فيها نيتانياهو إلى إما القبول بعودة المحتجزين والقبول بهدنة مع حماس أو أنه يستقل من منصبه وهذا ما يطالب به معارضوا الذين يريدون انتخابات فورية قد تعيد سياغة المشهد السياسي هنا في إسرائيل وقد تعيد شيئا من الإطمئنان إلى الداخل وتعيد أيضا الذين نزحوا أو أخرجوا من ديارهم في شمال إسرائيل وفي جنوبها إلى فنادق ومآوية في وسطها تعيدهم إلى ديارهم وبالتالي يكون نيتانياهو شيئا من الماضي ولكن لحد الآن دائما هناك دفع خطوة إلى الأمام خطوة إلى الوراء وتردد ومطاربة بععادة سياغة البيانات والاتفاقيات وهو ما جعل المنطقة حتى الآن منذ تسعة أشهر لا تتزحزح ولو قيد أنملة نحو التهديئة والهدنة نعم عبد الرحيم وهنا ستحول إليك سمير واستمرار لجهود الوسطى هيئة البتل الإسرائيلية قبل قليل أفادت بأنه من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية ومخابرات الأمريكية ورئيس الموساد في قطر الأربعاء المقبل للدفع قدما ربما بمسار المفاوضات سمير بالتأكيد يعني جهود الوسطى لا تتوقف ورد حماس بات على الطاولة ومن ثم فالدور الآن على الجانب الإسرائيلي بالتحديد على بنيمين تنياهو الذي من المفترض نظريا أن تشكل التطورات الأخيرة في الداخل الإسرائيلي بالمظاهرات بالمطالبة بإقالته بالتأييد الذي يتسع لحظة بعد الأخرى للتوجه نحو صفقة تبادل مع حركة حماس كل هذه من المفترض نظريا أن تشكل عوامل ضغط تدفع وليت مياهو إلى المضي قدما بروح إيجابية من أجل إبرامي هذا حماس أبدت قدرا كبيرا من المرونة في ردها الذي سلمته للوسطاء والذي وصل بالفعل للجانب الإسرائيلي حماس قدمت ما يمكن وصفه بتنازلات من أجل أن تثبت حسن النية وأن تلقي بالقرى في ملعب نتنياهو الذي لا يبدو أنه راغب في إتمام هذه الصفقة لا الآن ولا قبل ذلك ولا بعد ذلك وفقا لكثير من المحللين الذين يرون أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب يريد إطالة أمد المعارك من أجل الاستمرار بحساباته السياسية الضيقة لكن علي الأحوال نحن الآن أمام مشهد تكرر لدينا إيمان من قبل على الأقل في أربع مرات كانت هناك ردود إيجابية كانت هناك جهود مكثفة من الوسطين المصري والقطري بمشاركة ودعم أمريكي وكان نتنياهو في اللحظات الأخيرة في الساعات الأخيرة في الأيام الأخيرة يتراجع ويعتبر أن حماس لم تقدم ما كان يجب أن تقدمه من مرونة في التعامل مع المقترحات التي يقدمها الوسطاء هذه ربما تكون مرة الرابعة التي يقف الجميع انتظارا للرد القادم من تل أبيب الرد القادم من مكتب بنيمين تنياهو بالتأكيد هذه الجولة هناك قدر من الإيجابية أبدأت حماس في ردها هناك قدر من الجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة والدوحة بدعم أمريكي ولكن يبقى الأمر معلقا على قرار نتنياهو وحكومته وشركائه المتطرفين في هذه الحكومة الموصوفة بأننا الأكثر تشددا في تريق إسرائيل تأكيد شكرا لك سامير عمر مرسلنا من القاهرة أشكر أيضا مفادنا من القدس عبد الرحيم الفارسي ترجمة نانسي قنقر